استقبلت مدينة البلود بالروبيكي وفدا رفيع المستوى من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو تهدف الزيارة لدعم وتسريع العمل من أجل الاستدامة وتطوير صناعة الملابس والجلود وتسخير إمكانات الابتكار للعنية الواجبة وتقليل الأثر البيئية وذلك في إطار الطريق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 في مصر وأشهد أعضاء الوفد خلال جولتهم بالمدينة بما تشهده من تقدم ملحوظ وخاصة تطور هذا القطاع الهام والالتزام بالمعايير القياسية بشأن حماية البيئة ومعالجة المخلفات الناتجة عن هذه الصناعة الأمر الذي يعد من أهم المعايير اللازمة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والعالمية